اتخذت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة تدابير احترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك حفاظاً على سلامة المراجعين والموظفين التفاصيل في التقرير التالي ماسحات حرارية لرصد أي ارتفاع في درجات حرارة الموظفين والمراجعين ومعقمات توزع على الموظفين تدابير احترازية اتخذتها دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بجانب تفعيل العمل عن بعد والاستفادة من استخدام الخدمة الذكية التي توفرها الدائرة دائرة دشنت أكثر من منصة غير المنصة التي هي الكاونتر والتقديم عن طريق الكاونتر من ضمنها موقع الإلكتروني للدائرة بالإضافة للتطبيقات الإلكترونية الموجودة في الهواتف الذكية يستطيع عن طريقها سواء كان المراجع نفسه أو من ينوب عنه كاستشاري أو مقاول بتقديم الخدمة التي طالب أن يقدمها بالدائرة بالإضافة لدينا برنامج أو تطبيق الواتساب يستطيع المراجع عن طريقة تقديم عدد من الخدمات تقريبا بنفس طريقة التطبيق أو الموقع الإلكتروني وفي خطوة هامة تستهدف التعامل مع فئات المراجعين عن بعد دشنت إدارة تراخيص البناء في الدائرة منصة ذكية للتواصل مع الاستشاريين لتسهيل المعاملات عن بعد عبر شبكة تواصل مرئية دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة اتصال عن بعد عبارة عن عقد اجتماعات مرئية بين موظفين ومهندسين إدارة تراخيص البناء مع المكاتب الاستشارية تتم عن طريقها مناقشة المشاريع مع الاستشاري ووضع الملاحظات عليها باستخدام القلم الإلكتروني والشاشة الدائرة قامت بتوفير عدد من الشاشات اللي بإمكان الموظف أن يقوم بوضع الملاحظات واعتماد المخططات عن طريق الشاشة هذه دون الحاجة إلى الهارد كوبي أو النسخ اللي هي الورقية كما أوقفت الدائرة نظام البصمة وفعلت اعتماد الهوية في تسجيل الحضور والانصراف إلكترونيا لتكون الدائرة بهذا مستوفية لكافة الإجراءات والاحترازات الوقائية التي تحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في ظل بيئة صحية للعاملين والمراجعين في إطار حرصها على سلامة موظفيها وصحة المجتمع فعلت دائرة التخطيط والمساحة حزمة جديدة من خدماتها الإلكترونية التي تتيح لمتعاملها وموظفيها إنجاز الأعمال في بيئة صحية ووقائية تحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لأخبار الدار لم يألمازمي من الشارقة